طيب لقاء بكرة بقى ده اللقاء اللي كل قلوب العالم العربي متعلقة فيه ومتشعبطة فيه ودعوات العالم العربي كلها لا تنقطع للمتخب المغربي اللقاء أكيد حيكون في منتهى القوة فرنسا والمغرب كلنا منتظرين بكل قلع وفي نفس الوقت بكل ثقة يعني برضو عندنا ثقة في المتخب المغرب انه ان شاء الله يقدر يحقق مش الإنجاز ده الإعجاز ده ويوصل بينا للدور النهائي يبقى المغرب بيلعب كطرف رئيسي في نهائي كأس العالم وبالمناسبة يعني أعلنت كمان شركة الخطوط الجوية المغربية ان هي أمنت بالفعل جسر جوي بيشمل تسيير 30 رحلة طيران ما بين الدار البيضة والعاصمة القطرية الدوحة طبعا لدعم المتخب المغربي في مباراة نصف نهائي كأس العالم طبعا كلنا عارفين ماذا أهمية الدعم الجماهيري وطبعا كمان ما ننكرش الجهود العظيمة والتشجيع المنقطع يعني النظير اللي كان موجود من جنسيات تانية غير مغربية جليات عربية أخرى موجودة في قطر كلهم كانوا بيهتفوا باسم المغرب وكانوا حقيقي في ظهر كل لعب من لعيبة منتخب المغرب أكيد كله هيكون بكرا إن شاء الله في المعاد لمساندة المغرب نتمنى لهم كل التوفيق يا رب إن شاء الله